اهلا بكم من جديد وما زلنا نتابع مع حضراتكم توابع الخبر الهام الخاص باعلان وكالة فتش رفع تصنيف مصر الاعتماني للمرة الاولى منذ 2019 من بي ماينس الى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة وبالتأكيد ان هذا الاعلان يعتبر خطوة مهمة تعكس نجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة حيث اعلنت الوكالة ان الترقية جاءت مدعومة بالتفقات الاخيرة من الاستثمارات الاجنبية والاسيامة صفقت رأس الحكمة التي عززت احتياطات مصر من النقد الاجنبي كذلك الاصلاحات الاقتصادية زي زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية التي تتبناها الدولة المصرية وهو ما رحب به عدد من السياسيين وايضا خبراء الاقتصاد الذين اكدوا ان التقرير يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وهو ما سيكون له انعكسات على تضفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وايضا غير المباشر وبالتأكيد ان هذا الاعلان يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي هذا السياق اكد الدكتور ايمان محسب عدو مجلس النواب ومقرر لجنة اولويات الاستثمار بالحوار الوطني ان اعلان مكتفتش عن رفع التصنيف الاقتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الاجنبية الى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة له دلالات شديدة الاهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية فضلا عن التأثير الايجابي لصفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يعد اضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر واضف ايضا ان التصنيف الاقتماني يعني الجدار الاقتمانية او قدرة تلك الكيانات على الحصول على القرود اللازمة وبدأ قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها مشيرا الى ان حالة الاستقرار السياسي والامني التي تعيشها الدولة المصرية ايضا لها تأثير مباشر على التصنيف الاقتماني لما لها من تداعيات على الوطع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديول واشار عضو مجلس النواب الى ان وكالة فتش اكدت ان المرونة التي اظهرتها مصر في سعر الصرف فضلا عن الشروط النقدية الاقصر سرامة ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية والاستدامة هنا تعني ان الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد واقصات في موعدها وانها لن تطلب تأجيل السداد او اعادة هيكلة الديون او مد اجل السداد او لما تتعصر ايضا في السداد ثم يكون مؤهلة للحصول على القروض من المؤسسات الدولية واكدا ان هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته وشدد نائب ايمان محسب ان تقرير وكالة سويتش بمثابة سقع على قوة الاقتصاد المصري وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على عملية تضفك الاستثمارات الاجنبية للبلاد ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية ورفع حجم الاحتياط النقدي بالبنك المركزي الموجود بتلك الدولة مؤكدا ان رفع تصنيف الاقتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري مشاهدين دي كانت كل التفاصيل الخاصة لدينا انا بشكركم شكرا جزيلا عن المتابعة والى اللقاء في تغطية اخرى على المضاري اليوم